واحدة من الفنانات اللي كان لهم بصمة مميزة في عالم الفن وللأة وهي كانت ايكونة من ايكونات الرأس الشرقي في مصر لكن اللي محدش يعرفوا انها شاركت في المقاومة اثناء العدوان السلاسي على مصر ومش بس كده دي خبت الرئيس السادات من الانجليز قبل قيام الحرب العالمية التانية وكانت سبب فصرف معاش لزنات صدقي فيطرأ حكاية تحية كاريوكا النجمة اللي كانت حائرة بين الفن والسياسة تحية كاريوكا اشتهرت بنشطها السياسي والثوري من سنة 1948 لانها وقتها سعدت الفدائيين ضد الاحتلال الانجليزي وكمان بتهرب لهم السلاح عن طريق عربيتها الخاصة مش بس كده شاركت تحية كاريوكا في المقاومة اثناء العدوان السلاسي على مصر سنة 1956 كان العدوان وقتها بيصيب المدن والمدنيين وكانت الهجمات العسكرية على الاسماعيلية وعلى بورسعيد والسويس مؤزية جدا ولما لقيت عشرات الجرحة كانت بتحاول تنقذهم محدش يقدر ينصدرها الكبير مع الرئيس الراحل محمد انور السادات لما قدمت لي المساعدة اثناء الاحتلال الانجليزي قبل الحرب العالمية التانية ووقتها خدته للاسماعيلية عند اخوتها عشان يستخبى وهناك اشتغل في اكتر من مهنة وهو متنكر ولما الرئيس الراحل محمد انور السادات منح جائزة في عيد الفن فكرها بموقفها معا اثناء الاحتلال وسلم عليها واشد بوطنيتها وتاريخها النضال المشرف وقال لها فكرة يا تحية لما خبتيني عند اخوتك في الاسماعيلية لما كنت هربا من السجن وقال لها لو عندك اي طلب اطلبيه لكن تحية كاريوكا الجدعة الطيبة ما طلبتش اي حاجة لنفسها وفكرت في غيرها من الفنانين وقدمت الشكر للرئيس السادات وقالت له انها هتطلب حاجة بس مش ليها لكن لزينات صدي لانها كبرت وما بقتش تشتغل ومريضة وبتمر بظروف اسيا اوي وطلبت منه يؤمر لها بما عاش تقدر تعيش منه وفعلا بعدها الرئيس السادات نفذ اللي قالته وصرف لزينات صدي معاش استثنائي ما فيش شك ان تحية كاريوكا اسم كبير في تاريخ السينما المصرية والرأس الشرقي اتونادت في مدينة الاسماعيلية في 22 فبراير 1919 واسمها الحقيقي بدوية محمد علي ومن صغرها كانت شائية وبتحب الرأس والتمثيل بدأت حياتها السينمائية راقصة في فيلم الدكتور فرحات سنة 1935 لكن شهرتها الحقيقية بدأت سنة 1940 لما قدمت رأسة الكاريوكا العالمية فعرض من عروض الفرقة واسم الرأسة فضل ملازم لاسمها وبأسمها تحية كاريوكا وعملت فرقة مصرحية مع الفنان فايز حلاوة وقدمت للشاشة السينمائية مجموعة من الشخصيات محدش قدر ينساها كم من أهم أعملها الفنية فيلم الجاراج وسوق النساء والكارنك والمعلمة والسكرية وخلي بالك من زوزو واسمه ونصيب وعصر الحب وام العروسة وكان لها أدوار بارزة في عدد من المسلسلات زي حكايات هو وهي ودموع شموع وقدمت عدد من المصرحيات زي حرط الشرفاء وعفريت الست شوئية والباب العالي وبالاخ جاذب وبعد حياة ملينة بالإنجازات الفنية والسياسية توفت سنة 1999 وهي عمرها 84 سنة بعد لما تصابت بجلطة رأوية حد ودلواتي تقول إيل تحية كاريوكا بعد ما عرفت انضلها الوطني في بلدها مصر